السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الجمعة ثلاثة أيار مايو بما أنه اليوم توقعاتنا لا يوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج الحوت ورح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء يوم الغد السب لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحمل القمر اليوم موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 2 و3 دقائق من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر القمر بما أنه موجود في برج الحوت معناته بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مسيطر أو مهيمن في هذا الوقت ومنشعر بعدم القدرة للتركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة باتخاذ قرارات حاسمة البعض ممكن أنه يتهرب من المسؤولية أو من المواجهة أو الالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين اللي بيعانوا من مشاكل في الحب بدور ظهورهم وبيضرفوا الدموع عند أي مواجهة أو أي ضغط بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العاملين عن العمل بسبب المرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت طبعا هو أفضل وقت لأشخاص اللي بدون يبدأوا علاقة حب جديدة أو توطيد علاقة ويمكن التأمل والصلاة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى أو شراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 2 و21 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم تعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين المريخ وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة 9 و5 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش بتجعلنا نبدو أحيانا خجلين وممكن نرد على أي شخص ممكن أن نثيرنا بعنف شديد بالدل على تحولات وتغيرات إيجابية في الأمور اللي تتعلق بالأمور العاطفية وأيضا بالأمور اللي تتعلق بالجيش والأمن الوطني وبيتم التركيز على تطوير البنية التحتية لقطاعي صناعة وصحة ومحاولة تطويرهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 5 و54 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و4 دقائق مساء بتوقيت جرينتش من واجه مصاعب عرقيل بتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض لشجاعة لازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيل جول الهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نفرلها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها ولكنها جيدة للفحوصات والمراجعات الطبية أو أخذ العلاجات اللي هي القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية وهرمون الإندورفين وهو الهرمون المسكن للألام وأيضا الميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم عشان هيك هاي الهرمونين هدولة بصير فيهم بعض الاضطراب عشان هيك منشعر بالألم أكثر من المعتاد وبصير عنا أرق أو قلق أو قلة نوم بهاي الفترة أو حتى أحلام وكوابيس بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر طبعا بما أنه موجود في برج الحود خلو المسار يوم الغد بيبدأ الساعة 7 أو 5 دقائق مساءا بتوقيت جرينتش وهو مساء يوم السبب وبيستمر حتى تمام الساعة 48 دقيقة مساءا بتوقيت جرينتش بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 25 يوم نسبة الإضاءة 23% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 25 سعيد الآن بنسبة 30% ساعات الصباح سعيد بنسبة 45% القمر في الحوت حتى يوم 4-5 سعيد الآن بنسبة 5% ساعات الصباح سعيد بنسبة 10% ساعات الظهر منتحس بنسبة 25% ساعات المساء منتحس بنسبة 10% عطارد في الحمل حتى يوم 15-5 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الثور حتى يوم 23-5 سعيد بنسبة 15% المريخ في الحمل حتى يوم 9-6 منتحس بنسبة 25% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 30% وأورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلوبيت راجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم بسبب وجود القمر في بيت المتاعب يعني بدك تصبر لغاية يوم الغد لا تتحسن الأجواء عندك ويوصل القمر فبعطيك طاقة أكبر فاليوم بتكون تضعوا سلة من الأولويات للعمل الضروري وتحاولوا أنك تخلدوا للراحة وحاول أنك تكون هادئ لأنه يعني الأجواء ما بتسمح لاتخاذ قرارات حاسمة وممكن يعني بعض الأشخاص يوعدوك في شيء وما يوفوا فيه خلال هذا اليوم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم وبوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق أو أحد المعارف معنوياتك مرتفعة وحضوظك دعملة إلك حاول أنك تحترم القوانين والموعيد وحاول أنك ما تتهرب من المسؤوليات عز شعبيتك وافرح مع الأصدقاء والأحبة ممكن اليوم تنجح في إنعاش علاقاتك العامة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يعززوا علاقاتهم مع المسؤولين أهم شيء أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر من المسؤولية ما تتهرب من المسؤوليات هاي فترة فيها شوية صعوبة إذا ركزت بتصير كثير إيجابية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هذا اليوم مناسب للاتصالات البعيدة والسفر والامتحانات الجامعية والمراسلات والاستيراد والتصدير والعلاقة مع الأحبة هذا يوم مناسب زي ما حكينا لكل هاي الأمور ممكن اليوم بعض موليد برج السرطان يرغبوا في التفاهم مع أحباهم أهم شيء أنك ما ترتجل الأعمال وما تستخف بالواجبات الأجواء ممتازة لازم تكسب قدر الإمكان منها وكون جاهز لتحمل المسؤولية هاي فترة مهمة جدا يعني لمصلحتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب بيجي مصدر شراكة أو تعويض أو قرض أو بنك أو ضريبة أو أموال لإلك بتستردها ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية والاهتمام سارعوا لتصحيح الأوضاع حاول أنك تظهر انفتاح أكبر على الآراء الآخرين بتتكيف مع الأوضاع الراهنة وبدك تكون صبور حاذر من بعض التراجعات الصحية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر موجود مقابلكم تماما فعشان هيك بتتركز جهدكم نحو تدعيم شراكاتكم وهذا اليوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج ولكن بتكون تحاذروا من المشاكل مع الشريك لأنه شوي القمر موجود مقابلك الطاقة بتكون ضعيفة وسهل استفزازك أي فترة شائكة فما تجازف وبطعصابك ومشاعرك ومزاجك اليوم متقلب برضو بدك تحاذر من الكلام الجارح رغم أنك يعني عندك طاقة لإنجاز بعض الأمور إلا أنه تقلبات المزاج والعصبية بتسيطر عليك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من بعض الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أو ممكن تحتاج لنصيحة من أحد الأشخاص تتعلق بالعمل أو بالصحة باكر لعملك لأن المسؤوليات كثيرة وطارئة فممكن تضطر عمل وقت إضافي أو يتراكم العمل عندك عشان يبدأ تستغل الوقت وابدأ بالأولويات والأعمال المهمة قبل ما تنتقل لعمل آخر وبعضكم ممكن يبدأ عمل جديد ولكن انتبهوا من فرض السلطة على زملائكم برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب بتجتازوا بصورة عامة يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح اليوم مميز جدا بالنسبة لأيلكم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أو الاهتمام بالذات بتعيشوا أجمل اللحظات وممكن أنك تحقق أمني بمساعدة حبيب أو ابن أو صديق عزيز عليك وتصيب أهدافك بيطمئن بالك وبتفرح لعلاقة جديدة أو لمصالحة أو لتسوية وبتمتع بشخصية جذابة لازم أنك توظفها لتحسين وضعك برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية اليوم لاهتمام كله بالبيت والعائلة ممكن تتوتر من ارتباط أو ترتبك بسبب كثرة الأمور اللي ممكن تظهر على الساحة اللي تتعلق بالعائلة ممكن على طالب منزلية أو التزامات فبتكون تحاضروا من ردات الفعل ومن المشاكل العائلية هاي فترة مناسبة للاستثمار في مجال العقار أو الانطلاق في ورش الترميم وتأهيل عقار ماء أو منزل مثلا أو حتى استئجار بيت جديد برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة الأجواء جيدة اليوم على مستوى امتحانات وتجارة وحوار ونقاش وإقناع الغير يعني فيه كثير من المزايا الإيجابية لا إلك برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو اليوم ممكن أنك تحصلوا على مبلغ من المال أو تدخلوا تحسين على ميزانيتكم منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أهم شيء أنه ما تغامروا بأموالكم صحيح أن الأموال عادة بتيجي بهاي الفترة يا إما من عمل إضافي يا نوع من أنواع الأموال الغير متوقعة هاي فترة حذرة ماليا أيضا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالمال وانت بحاجة لكل التعاطف والتضامن بهاي الفترة برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا بتبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم أيضا المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع فعشان هيك لازم تستغل هذا اليوم الطاقة إيجابية حيوية عالية بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها لأنه اليوم أنت ملفت للانتباه بالنسبة للجنس الآخر وبرضو هذا اليوم ممتاز للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وأيضا اليوم ممكن يجيك خبر كنت بتنتظره هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر